من مشاهدنا إدارة التنمية الأسرية في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إدارة تعنام بقضايا المرأة والطفل والأسرة والتفاعل مع جميع شرائح المجتمع من منظور إسلامي في دولة الكويت وللحديث أكثر عن الخدمات التي تقدمها إدارة التنمية الأسرية في المجتمع نرحب بالأستاذ زيد منيفي مدير إدارة التنمية الأسرية في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية هيا نكلم معنا أستاذ ساعدين جدا بتواجزك معنا يا أهلا وحياكم الله بسم الله والحمد لله وبعد بداية صراحة نشكركم على هذه الاستضافة وممكن تعطونا فرصة نتكلم عن إدارة تنمية الأسرية بوزارة الأوقاف وشؤون الإسلام حياك الله أستاذ زيد الساعة المباركة ومنبر مساء الخير مفتوح لكل شركائنا في وزارات الدولة من باب الشراكة والمسؤولية المجتمعية ولكن أستاذ زيد بداية لو نأخذ بطاقة تعريفية عن طبيعة عمل والمهام المنوطة بهذه الإدارة طبعا إدارة التنمية الأسرية هي إدارة موجودة في وزارة الأوقاف وشؤون الإسلامية تتبع قطاع الثقافة بالوزارة وهي تعريفها مبسط جدا هي توعية الأسرة بالثقافة الإسلامية نعزز الهوية الإسلامية والعربية في الأسرة هذا مختصرها البسيط جدا لكن كلنا نعرف الأسرة هي نواة المجتمع وهي دورها مهم جدا والإدارة كوزارة الأوقاف خلت حق الأسرة إدارة تسلط الضوء عليها وتبدي توعيها بالثقافة الإسلامية هذا مختصر مفيد حق الإدارة إذا نتكلم عنها كإدارة نعم إذن ماذا عن ألية العمل في هذه الإدارة خلال كوزارة الـ 19 طبعا ما في شك إدارتنا أهدافها الرئيسية أن نعزز دور المرأة في المجتمع وأيضا نوعي المرأة كتوعية ثقافية وننميها روحيا واجتماعيا وتنمويا عشان أقول أعمالها في كوفيد نعم أحب أقول هشيء الأمر الثاني ننشئ الطفل ما في شك إننا إحنا عندنا تنشئ الطفل تنشئ إسلامية بقيم فاضلة وحبها للمواطن الصالح نكون مواطن صالح ونعزز فيه قيمة النجاح فيها وأيضا عندنا شراكات في المجتمع أما إحنا في كوفيد ودورنا ما في شك إحنا حالنا حال كل الوزارات في الدولة نلتزم باللوائح والنظم اللي تفرضها علينا وزارة الصحة والدولة والأمر الآخر إننا إحنا نقيم كل أعمالنا وكل أنشطتنا عن طريق الأونلاين نعم يمكن أيضا استنادا لما تفضلت فيه في البداية تعزيز الثقافة الإسلامية لها الأسرة بكل أركانها ماذا عن قطاع الدراسات أستاذ زهيد دراسات الحرة وعمل المراكز بالمحافظات لتحقيق هذه الأهداف والوصول إلى المبتغة كما يقولون طبعا إحنا عندنا مراقبة الدراسات الحرة وهذه فيها ست مراكز على المحافظات إحنا حاليا مبنانا مدودة فرميثية ولكن أنشأنا هذه الست محافظات لأننا فعلا إحنا نحتاج أن نوصل لكل أسرة في الكويت ونحتاج نكون قريبين معاهم في الأنشطة والبرامج ما تصير فيه محافظة واحدة ونترك البادي والأمر الآخر أنتم تعرفون المحافظات كل مجتمع في كل محافظة له مواصفاته له صفاته في المشاكل مثلا في الأحمدي غير عن الجهرة غير عن العاصمة غير عن حول فإحنا نركز على هذه الأمور كل محافظة شنو الترتيب اللي نحتاجها من ناحية عبادات ومن ناحية صفات شخصية ومن ناحية مهارات عقلية التي هي تطوير الذات نحن نركز على هذه الثلاث أشياء في الأسرة ماذا عن الأنماط السلوكية مثلا؟ نحن عندنا تعاون مع وزارة التربية نزاهم الله خير عندهم دراسات طيبة من الطفل الابتدائي إلى الثنوية فدائما يزودوننا بالأنماط الشخصية اللي عندهم ليبون وهم يصلحونها عندهم مشاكل مثل التنمر عندهم العصبية مثل عندهم العدم الاحتراف في أمور وايد موجودة بين الطالبة نعم فإحنا دائما ناخذ منهم وهذا ربما في جانب الطالب في الثنوية نقيسه على الجامعة ونقيسه على المجتمع نعم أيضا عندنا دور مع المرأة طيب شو هي نوع الأنشطة يعني أستاذ التي تقدمها الإدارة للأسرة أكيد لازم أننا نتكلم عنها بشكل كبير هذه الأنشطة علشان يعني نوصل للفكرة حق اللي قاعد يشوفنا نعم نعم نحن ما في شك عندنا أنشطة في الوزارة وبدأناها أول في رمضان اللي فات ثم بعد ذلك في الصيف عملنا نشاط لمدة شهرين طبعا نحن عندنا كثير من الأعمال اللي نعملها منها مثلا مراقبة دراسات الحرة سوى تنوز القيم ومراقبة توجيه الأسري المربي الإيجابي عندنا وعندنا محاضرات أنا أعتقد هذه جزء جزء منها دائما تنزل في حساب الوزارة للمتابعة وتنزل كل يوم بيومة عندنا وعندنا تعاون مع كثير من المحاضرين كثير من المربين الفاضلين يعني عندنا في طرح مثل هذه الأشياء هذا بالنسبة حق المحاضرات نعم هذه عندنا محاضرات لأن الآن تعرفون كلها أونلاين صحيح ما نقدر نسوي أي نشاط آخر أول كان عندنا مهرجانات كان عندنا منتقيات الآن كلها نسويه بأونلاين مهرجان بأونلاين ملتقى بأونلاين فكلها فقط زوم بفضل الله سبحانه وتعالى ما في شك يعني إحنا عندنا الوكيل المهندس فريد عمادي زاه الله خير دائما يحرص على أن لا يوقف نشاط وأن نبدع في النشاط نعم فبفضل الله سبحانه وتعالى قمنا نوصل لكل بيت بهذا الجانب وما نترك ما نترك أي فرق وقت أن تكون الأسرة ما عندنا شي تقعدنا محاضرة اليوم للطفل بعدها عندنا حق الأم اللي أقبع عندنا حق الفتاة وحق الشاب وهكذا نعم يعني شرائح مختلفة لو نصلت الضوء على الشرائح التي تتعاملون معها أستاذ زيد من حيث خنقول جميعها مهمة ولكن قبل المهم هناك الأهم نتعرف على الشرائح التي تستسق يعني تتعاملونها أو تبون تتعاملون معها احنا عندنا أربعة احنا عندنا الأسرة مكونات الأسرة الأب الأم الفتاة والشاب أربعة فانتعامل معهم حتى في مراحلهم السنية من الاتدائي إلى المتوسط إلى الثنوي إلى الجامعة إلى الموظف إلى ربة البيت إلى ربة احنا هذه شرائحنا الأربعة اللي دائما نركز عليها في ثقافتنا الإسلامية المسمدة طبعا من ديننا الحنيف اللي نبي نوصلها حق هذه الأسرة ونركز على القيم أيضا الأسرة ونحاول دائما دائما بالفضل الله سبحانه وتعالى نرتقي بالأسرة يعني مثلا نجيهم في المهارات العقلية أو تطوير الذات فنتكلم مع الأم تخططين حق بيتيش تخططين حق نفسيش تخططين حق الفلوس الصرف لو غيرت صرفين نزيل الصحة العيالي الأكل بس ناخذها كلها من منظورنا أنا ما فيه إسراف أنا مثلا لازم أنت تحطين أهداف الأب والبنت طبعا أنا أقول للأم لأن الأم هي ما فيه شك يعني طبعا عمود الأسرة عمود الأسرة ما فيها شك يعني الأم هي الأساس في كل شيء صراحة فبالتالي إذا إحنا ما نوليها اهتمام وما نعطيها اهتمامنا الأسرة ستقول رح جدا رح تضعف وكلما الأم تكون قوية الأسرة والله تكون قوية نعم طيب أستاذ زاد يعني نحن تكلمنا عن هذه الإدارة أعطينا نبدة تعريفية عن هذه الإدارة تكلمنا عن الأنشطة أيضا تكلمنا عن المحتوى بشكل صغير بس أننا نحن بنتكلم الحين عن الخدمات التي تقدمها للأسرة هذه الإدارة يعني علشان نوفي الموضوع كامل يعني إحنا طبعا جهة اختصاص في التوعية فخدماتنا اللي نقدمها دائما هي توية الأسرة من خلال المحاضرات أي من ثلاث جوانب عندنا الجانب العبادي هو رقم واحد وإحنا دورنا هو أن نحن فقط نذكر كإدارة التنمية أوسيين يعني فيه قطاع الدراسات هو جانب الجانب الفق وجانب الأمور الأخرى الثانية الجانب الثاني تطوير الذات نتكلم عن الأهداف عن التخديد الشخصي لأن الأسرة إذا لم تكن لها هدف في الحياة ما رح تنتج لي جدام ما رح تنجح لي جدام رح تلقى في يوم من الأيام عندها خلل في الولد أو خلل في البنت فبالتالي إيه لما تكون من البداية توعي الأب والأم يوعون رح يصير عندهم فنتكلم عن تطوير الذات نعم دائما حريصين عليه دخلوا عيالكم أندية دخلوهم كذا وإحنا أيضا ترى نساهم عندنا أندية وعندنا مراكز بإذن الله تعالى يعني عندنا مثلا من مشاريع قيادات مجتمعية أن يكون عندنا من الشباب في المجتمع قائد اجتماعي وليس تجاري ولا مالي لا نبي قائد اجتماعي يعني يشار له بالبنان أن هذا فعلا ودى الواحد يصير نفسه سواء بنت أول يعني تركيز على التنمية البشرية مثلا ما تفضلت وفق الثقافة الإسلامية نقول قواكم الله أستاذ زيد شكرا جزيلا أنتم أخوانك المعنيين إذن مشاهدين الكرام كل الشكر الأستاذ زيد لبنفي مدير إدارة التنمية الأسرية بوزارة اللوقاف والشؤون الإسلامية على مشاركته معنا في برنامج مساء خيري كويت فاصل وما ثم نواصل